أنا أم لديه فتاة تبلغ من العمر 11 سنة أشعر أن لديها طموحا و شغفا و ذكاء عاليا ابنتي ولله الحمد متفوقة في دراستها يشهد لها الجميع بالتميز و النشاط من معلمات و طالبات و أقرباء كذلك برغم ذلك لا أعلم كيف أبدأ بتنمية مواهبها و تطويرها و العمل عليها أريد أن تستثمر ما لديها بما يفيدها و يفيد مجتمعها فتكر من أريد إرشادات و نصائح كيف أرفع من همتها و أنمي هذه الموهبة و تقوية عزيمتها و إرادتها أولا هذه النية الحسنة الجميلة الطيبة المباركة من كأيتها الأم إني أنا أربي بنتي و أغذي فيها هذه الموهبة العالية لماذا؟ لتكون نافعة لنفسها و نافعة لمجتمعها هذا التعدي رائع جدا هناك أمهات لا تفكر أبدا إلا في ابنتها إلا في مصلحة ابنتها الخاصة و لذلك هي تصغرها تقلل من شأنها أما هذه الأم العظيمة فهي تنظر في المستقبل كيف يمكن أن تستثمر هذه الفتاة نفسها و حياتها و كيف يمكن أن تضاعف حياتها كيف؟ يعني هي تعيش مئات و آلاف المرات بقدر الحياة الذين يستفيدون منها في المستقبل حينما تنمي هذه المواهب سأعرض عليك ثلاثة طرق ثلاث طرق الطريقة الأولى أولا حاول أن تستكشفي و أن تتعرف على كافة مواهب ابنتك فإن العلماء يقولون أن صاحب الموهبة لا يمتلك موهبة واحدة غالبا غالبا يكون لديه مجموعة مواهب هذا أولا الأمر الثاني استثمر الأشياء الموجودة من حولك نادن مركز علمي مختبر إذا كان مرسم أي شيء يغذي فيها هذا الجانب الذي برعت فيه دار تحفيظ القرآن الكريم مركز دعوة مركز أسري أي جانب من الجانب الأشياء المتاحة من حولنا و أيضا في الوقت نفسه و في هذا العنصري أيضا نفسه عليك أن تحاول أن توجد جوا داخليا في داخل البيت يحتوي هذه المواهب و يغذيها مكتبة في داخل المنزل ممكن يكون مختبر في داخل المنزل يمكن أن يكون أيضا مرسم كل الأشياء اللي يمكن بره أنا أجيبها في داخل البيت كمبيوتر متميز جدا إذا كان عندها مواهب تتصل بالكمبيوتر أولا بأول تذهب إلى المكتب و تتعرف على آخر مسجدات الكتب التي تأتي فتقرأ لأن القراءة هي الجسر الحقيقي لكل ما مر من تراث الإنسانية و ما يستجد منها باستمرار آخر نقطة في هذه القضية و هي مهمة جدا هي أن تكون مع ابنتك خطوة خطوة و تسانديها فالإنسان الذي يريد النجاح من الطبيعي جدا أن تتعثر قدماه في بعض الأحيان هنا يجب أن تقف معها لتنهض من جديد الأمر المهم في هذه النقطة أن تكون محفزة دائما و أن تعلم بأن التحفيز الداخلي أفضل بكثير من التحفيز الخارجي و لكن لا بد من التحفيز الخارجي أن نحتفل بإنجازاتها احتفلات صغيرة لا بأس لكن نحتفي بها و نحتفل بها كل ذلك سيكون إن شاء الله أجره في ميزان حسناتك و ميزان حسناتها شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة شبكة المجد